في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم أدرك براني وديلان أن حياتهما دخلت في طريق لا رجعة فيه عندما حصل على نتائج اختبار الحمض النووي ومع ذلك لن يكون من السهل على ديلان قبول وفاة ميران لقد كان هاجر وطارق من جر براني وديلان إلى هذا الوضع الصعب استندت خططهم إلى انهيار براني وديلان ومغادرة القصر لكن على عكس التوقعات سيصبح براني وديلاني أقرب إلى بعضهم البعض رغم كل الألم وفي هذه العملية سيكون ميران أكبر داعم لهم مهما كانت الحقيقة مخفية فمن عادتها أن تظهر إلى النور عاجلا أم آجلا بدأ ميران بالفعل في جمع أدلة مهمة لعائلته خاصة أن المعلومات التي يحصل عليها عن جفشين قد تغير الأمور بالكامل حقيقة أن براني يذهب إلى القبر الذي يعتقد أنه يخص ميران ويصرخ من الألم الذي يعاني منه يظهر حالته العقلية سيشد العام أحمد براني وديلاني من فلال التعبير عن حاجتهما إلى شفاء جروح بعضهم البعض في هذه العملية الصعبة سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يقبل ديلان غياب ميران يظهر سؤال ميران لديلان عن نفهوم الموت مدى عمق هذه العملية عاطفيا ومع ذلك فإن الأدلة التي جمعها ميران وخاصة الحقائق المتعلقة بشفشين قد تغير مسار كل شيء لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نراكم في فيديو تحليلي آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة